الملك المفدى وحفظه الله عن تقديره للجهود الطيبة التي تبذلها وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وما تقدمه الوزارة من خدمات للمواطنين إضافة إلى دورها في حماية الثروة الزراعية والبحرية من خلال وضع التشريعات والقوانين التي تسهم في تحقيق الأهداف المرجوة كما وجه جلالة الملك المفدى خلال اللقاء إلى تشجيع الزراعة وتربية الأسماك الذي هو جزء من الأمن الغذائي ونشر أهمية استفادة المواطن من مشاريع الزراعة والثروة البحرية وقد أعرب وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عن شكره وامتنانه لجلالة الملك المفدى على ما تفضل به من توجيهات سديدة حيث عرض على جلالة الملك المفدى مشاريع الوزارة الجديدة داعيا الله أن يحفظ جلالته ذخرا لهذا البلد العزيز وشعبه الكريم ترجمة نانسي قنقر